الرسالة الصوتية الأولى لداخلها بحرارة شوي تركت إدارة قناة تغاريد بسبب والله ما في سبب كان عندي هدف أنني أحقق شيء في تأسيس القناة ولا الحمد أو شيء فاجأتوني بسؤال كان عندي هدف حقيقة أنني أحقق شيء يحمل موروثنا يحمل كلماتنا يحمل أهازيجنا تراثنا الأصيل نصدر المفردات الموجودة عندنا للخارج بدلا من استوردها فتم إنشاء والله الحمد قناة تغاريد أدرتها تقريبا سنة وأشهر وبعدها أنا حقيقة أنتعب في ذلك الوقت أني كنت ماسك ثلاثة عمال عندي المكتب وعندي لقاء الخميس للشباب تحت مركز في ذلك الوقت مركز الأمير سلمان للشباب في ذلك الوقت وماسك قناة تغاريد فقلت لا بد أضحي فضحيت بما أقول أغلى ما أملك لكن الحمد لله قد أرنا نغطي جزء كبير من الأشياء التي كانت موجودة عندنا عقدت عقود كبيرة جدا داخل السعودية وخارج السعودية 70% منها لداخل السعودية و30% براء حتى نتوزيع أحداك الوقت 70% للبنات و30% للأولاد 70% ناشيد و30% برامج وفواصل كانت توزيعها أو الحمد جيدة؟ لا أدري أنا كأني فهمت من بداية الكلام أنه كان في رؤية عندك تبت طبقها وما مشت الأمور أنا مدري فهمي مصبوط كده ولا في شيء ثاني هو الحقيقة فيه جزء كبير من الرؤية التي كانت وضعتها حاولت تطبقها لكن فيها صار فيها كسر للقاعدة التي وضعتها فشفت أني بدل ما أني أمتد في عملية لا أتوقف هنا وخلص قدمنا الحمد في ذلك الوقت أكثر من مليون ونص ضختها قناة المجد في قناة تغاريد للأناشيد والحمد لله قدمنا شيء مثري حتى أنا تركت القناة ووصي عليها ناس مواجد وجبنا لها الحمد داعمين يعني ما وقفت تحب أن تغاريد قد نختلف في الرأي لكن يبقى الكيان واحد أنت حب تغاريد لها مكان عندك جدا حتى الشيء يذكر كلمة تغاريد أو اسم تغاريد كيف نبر كيف نبر بطريقة معينة جمعت لي مجموعة صغار بنات وعيال جمعتهم وعطيتهم عصير وكان موجودين عند الكابتن صاريض في كالوقت في استراحته فجمعتهم بعصاير وفطاير وهذا بعدما شبعتهم ببطونهم قلتهم يلا نبدأ ناخد منكم كلام في بوشها الكلام قلت أنا عندي قناة الإنشادية وحطيت لها خمسة أسماء اختاروا منها فكتبت لهم مجموعة أسماء فقال ليش منسميها كذا أنا جالس أكتب بس أسجل بدأت الأفكار 150 اسم طلعنا فيها منضمنها كلها أطيتها القناة إدارة القناة فاختاروا منها تغاريد حلو ترجمة نانسي قنقر شكرا